بعد عشرين سنة من حربه لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام يطلع هربان عكرمة بن أبي جهل يمفتح النبي لمكة صلى الله عليه وآله وسلم ويركب البحر ومع بداية دخول السفينة في عرض البحر الهوى يجمد وترتفع الأمواج والقبطان يقول لهم اعلموا أن آلهتكم لن تنفعكم هاهنا فالجأوا لرب السماء فعكرمة قال لئن لم ينجني في البحر إلا رب السماء رب محمد فلن ينجني في البر إلا هو لأعودن إلى محمد فلا أجدنه عفوا كريما نفس الكلام في المدينة لما كان يهودي يتخانئ مع مسلم يقول له لأرفعن أمرك إلى محمد فإنه لا يظلم أحدا نعم ما كانوش يسمعوا كلامه ما كانوش يتبعوا لأهواء في قلوبهم لكن الكل كان متفق على إجلال واحترام مقام سيدنا محمد